شكرا لك مشاهدينا نسيب حضراتكم وموجز لأهم وآخر الأخبار مع دينة فضاليا دين شكرا لك هديرة تساء صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعربت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء تصاعد العنف وارتفاع مستوى التوتر في الضفة الغربية وخلال مؤتمر صحفي أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة استيفان دو جاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش يناشد جميع الأطراف الهدوء واتخاذ خطوات إلى مصري مفاوضات وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس أعلى الجيش العراقي مقتل 13 إرهابيا تابعين تنظيم داعش الإرهابي في محافظات نونوا وكاركوك وديالا وقال النطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوات الجوية نفذ خلال أسبوع سلسلة عمليات نوعية بالمحافظات الثلاثة أصفرت عن مقتل إرهابيين داخل أحد الأوكار بقضاء مخمور وشيرة إلى العثور على عدد من المخابئ تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه منخرط في العمل لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأشار بايدن إلى أن لديه خطط للقيام بجولة لمنطقة الشرق الأوسط تتوقع أن تتضمن لقاءات مع بعض قادة الدول العربية مرجحا أن تكون المملكة العربية السعودية ضمن الجولة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأمر مطروك لأوكرانيا بشأن التنازل عن جزء من أراضيها لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة مع روسيا وأفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن بايدن أوضح أنه سيجيء وقت ينبغي في إحداث تسوية بين البلدين كما أكد رئيس الأمريكي أن بلاده سوف تواصل مساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن أوكرانيا مستعدة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الصادرات من ميناء أوديسيا وأكد وزير الخارجية الأوكرانية أنه لا توجد ضمانات من روسيا حتى الآن مشيرا إلى أن كييف تسعى لإيجاد حلول مع الأمم المتحدة والشركاء للتأكد من أن روسيا لن تسيء استخدام الطريق التجاري لمهاجمة مدينة أوديسا قال الرئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالية ماكي سال أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية للتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تؤثر على إفريقيا بشكل خاص وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي بعد محادثات في منتجع سوتي الروسية أن روسيا مستعدة أيضا لضمان تصدير القمح الروسي والأسمدة وكانت الروسي أكدت أنها مستعدة لسماح لسفنة التي تحمل مواد غذائية بمغادرة أوكرانيا مقابل رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها ذكرت وكالة أنباء روسية أن الشرطة الأرمينية اشتبكت مع محتجين في العاصمة ييريفان في أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات مناهدة للحكومة وأفادت وكالة الأعلم الروسية بأن خمسين شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى للعلاج وأوضح نائب رئيس الشرطة الأرمينية أن ضباطا أطلقوا قنابل الصوت بعد أن رشكهم المتظاهرون بالحجارة وزاد الضغط على حكومة نيكول باشينيان منذ اقترابه من تطبيع العلاقات مع أذربيجان نجح المنتخب المصري الموايطاي في حصد أول ميداليتين الذهبيتين في تاريخه خلال منافسة بطولة العالم الموايطاي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجد تامي خالد بالميدالية الذهبية بعد الفوز على لعبة كازاخستان كما فازت نبيل علاء الدين على الإماراتية سلمة النجيبي لتحصد الذهبية وقال رئيس الاتحاد المصري الموايطاي محمد إبراهيم إن مصر سجلت اسمها بأحرف من نور خلال منافسة بطولة العالم الموايطاي بعد تسجيل أول ميداليتين الذهبيتين خلال مشاركاتهما في البطولة العالم نهاية مجاز التاسعة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر